بمناسبة الذكرى الثامنة عشر للتصويت على ميثاق العمل الوطني نظمت وزارة التربية والتعليم احتفالا وطنيا كبيرا تضمن العديد من الفعاليات المتنوعة بمشاركة سعادة الدكتور مجد بن علي نعيمي وزير التربية والتعليم وكبار مسؤولي الوزارة والألاف من الموظفين وطلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالية الحكومية منها والخاصة ففي حلبة البحرين الدولية أعلن سعادة وزير التربية والتعليم عن انطلاق بطولة الميثاق لسباق التتابع للمسافات الطويلة والذي امتد لغاية صرح ميثاق العمل الوطني بمشاركة العديد من الطلبة ثم تم الانتقال إلى صالة الوزارة بمدينة عيسى حيث تم افتتاح معرض وطني كبير بعنوان ميثاق من ذهب ثم أعلن الوزير عن انطلاق كرنفال للسيارات التي تم اعدادها من قبل العديد من المدارس ومؤسسات التعليم العالي كما انطلقت مسيرة طالبية كبيرة من البوابة الشرقية لجامعة البحرين وصولا إلى صرح ميثاق العمل الوطني بمشاركة أكثر من أربعة ألاف طالب وطالبة واحتضنت جامعة البحرين مسابقات الميثاق الرياضية الطلابية والتي تضمنت منافسات في كرة القدم وألعاب القوة وبهذه المناسبة أكد سعدة وزير التربية والتعليم أن تنظيم هذا الاحتفال جاء تعبيرا من منتسبي الوزارة والأبناء الطلبة بمختلف مراحلهم الدراسية عن معاني الفخر والاعتزاز بميثاق العمل الوطني الذي انتقل بالبلاد إلى مرحلة تاريخية مشرقة من النماء والتطوير في شتى المجالات والذي يجسد نموذجا للمحبة والتلاحم بين كافة مكونات الشعب خلف القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه معربا عن خالص التقدير والامتنان لما يحظى به قطع التربية والتعليم من اهتمام ورعاية من جلالته الكريم إما كان له الدور الأكبر في الارتقاء بالبسيرة التعليمية مبينا أن الوزارة تضع بعين الاعتبار التوجيهات الملكية السامية بشأن تعزيز الهوية العربية لمملكة البحرين ونشر قيم المواطنة وحقوق الإنسان والتسامح والتعايش في الميدان التربوي والسعي المستمر لرعاية المواهب الطلابية في مختلف مجالات الموهبة والإبداع لما يشكله هذا الجيل من أهمية لمستقبل مملكة البحرين اشتركوا في القناة